طيب خليني أبدأ معكم بأخبار الأهلي نحن نتكلم تقريبا عن شهر شهر تقريبا نص فبراير هيكون أجندة الأهلي فيها لقاء في الجزائر نرجع تاني نفتح ملف دوري الأبطال نتمنى نكون كده حالتنا المعنوية عالية ومنتخب مصري يفرحنا يوم 11 فبراير ويرجع بلقب البطولة لقب بطولة أمم أفريقيا التامن في تاريخه نتمنى إن شاء الله بإذن الله وحس إن إحنا قريبين والله بس محتاجين نلم نفسنا بسرعة بسرعة الكلام النهاردة حتى إن القيبة بيتتكلم مع بعضها وبيقولوا حصلت قبل كده معنا في البطولة الأخيرة في الكاميرون ويخسرنا من نيجيريا في المباراة الافتتاحية إحنا ما خسرناش إحنا تعدلنا ونقدر نرجع إن شاء الله بإذن الله وأتمنى اللي حصل ده نبني عليه في اللي جاي لأن كل مطشطنا هتكون صعب بعد البطولة هيكون بداية لقاءات الأهلي إن شاء الله شباب له ازداد الجزائري في بطولة داري أبطال في الجزائر إن شاء الله 16 أو 17 فبراير ومن دلوقتي طبعا مارسل كولر بيحضر بشكل كبير جدا للقاء ده فيه طبعا تدريبات فيه برنامج تدريبي محطوط للفريق والفريق اتمرن النهاردة تدريب صباحي شارك فيه كل اللعبين باستثناء طبعا أحمد عبدالقادر وردى سليم اللي اكتفوا بس بتمرينات الجارية حوالين الملعب لكن إن شاء الله بإذن الله يعني الشهر ده أعتقد الأهلي هستفيد منه بشكل كبير لأنه خد بالك انت النهاردة يعني بالذات في كتيبة الأهلي الهجومية انت النهاردة بتتكلم عن عودة كريستو الحمد لله سليم ومعافى وبيشارك بشكل كامل في التدريبات بالإضافة طبعا لحسين الشحات موجود عبدالقادر وردى سليم هيكونوا ولقتين مهمين جدا جدا بعد العودة ومع إتمام صفقة وسامة أبو علي مهاجم الأهلي الجديد اللي اتمنى له التوفيق ونتمنى له أنه الشهر ده يدخل في الأجواء وينسجم مع الفريق ويشتغل مع مارسل كولر ويفهم انت عندك نهاردة أربع روس حربة بأربع بروفايلز مختلفين أنتوني مودست أعتقد برضو واحد من الناس اللي هتكون الأكبر على مستوى الاستفادة من التوقف ده كان جه ابتدى ييجي في كاسل سوبر فرحنا يعني خلينا برضو نقول أن الرجل كان مؤثر جدا في حسم لقب للنادي الأهلي بهدف وأسست فعندك مودست عندك صلاح محسن عندك كوسامة أبو علي وعندك كهرباء طبعا الموجود مع منتخب مصر عودة ريدا سليم عودة عبدالقادر مع بيرسيتاو مع طاهر مع عبدالقادر مع ريدا سليم مع محمد دوي كريستو بتتكلم طبعا على كتيبة هجومية على أعلى مستوى وزي ما قلت أنه بعد العودة هيكون عندنا رزنامة عندنا أجندة هيكون فيها ضغط مباراة كبير جدا فبالتالي أنت محتاج لكل أولاقك دي اللي نتمنى إن شاء الله مع العودة يكونوا في تمام الجهزية بكرة إن شاء الله قرر مارسل كولر أن يكون بكرة راحة للعبين من التدريبات إن شاء الله راح المدت بس 24 ساعة في إطار طبعا البرنامج اللي حطوا للفريق في الفترة اللي جاية وزي ما قلت لكم ريدا سليم وأحمد عبدالقادر يعني بيتابعوا مع الجهاز الطبي البرنامج الخاص بيهم تحت إشراف الجهاز الطبي طبعا وتمرانوا النهاردة بالجاري حوالي فريق كوكا بس طبعا لسه بيعاني من إصابة الجهاز الطبي دكتور أحمد جبالا مفترض إنه الإسبوع اللي جاي هيعمله أشعة عشان يتطمن عليه وأعتقد إن شاء الله في خلال فترة الشهر دي أعتقد كوكا هيكون راجع إن شاء الله مرة تانية للمشاركة مع الإحلي بالمناسبة كوكا هو يعني واحدة من الملاحظات اللي هنقشها النهاردة مع كابتن عدل طايمة كوكا هو اللاعب الوحيد اللي بيلعب للمنتخب الأولمبي واللي اختاره روي طبعا تم استبعاده بسبب الإصابة كان أقصد أقول الاختيار الأساسي اللي روي فيتوريا للعبين كان كوكا هو اللاعب الوحيد اللي موجود من المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأول وده سؤال الحقيقة برضو بيطرح نفسه يعني إنه واحد من الملفات المهمة جدا أنت بتكلم النهاردة على 24 يعني كمان سنتين طبعا في عندك السنة اللي جاية فيه أو السنة دي بقى خلاص إحنا في 24 السنة دي فيه جزء من تصفيات كاس العالم والسنة اللي بعدها المرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم في خلال سنتين هتكون بإذن الله إن شاء الله يعني لأنه أعتقد أنه صعب حد ما تخيلش في مصر أنه مصر مش موجودة في كاس العالم 26 لكن في النهاية كان مفترض برضو أنه يتحط في حسابات في البطولة زي دي أنه يبقى فيه عدد أكبر من اللاعبين اللي بيلعبوا منتخب أولمبي دول اللي هيشاركوا بشكل كبير على أقل جزء كبير منهم عدد مش قليل منهم ممكن جدا يكون حاضر وبيشارك في كاس العالم 26 مش بس بغرض المشاركة يعني مش ممكن تكون هتعتمد عليهم بشكل أساسي في مطشط البطولة لكن على أقل يشتغلوا مع الفريق وياخدوا خبرات من اللاعب الكبيرة تعمل أنت أعلى متوسط أعمار في بطولة أمم أفريقيا انتخب مصر أعلى متوسط أعمار في بطولة أفريقيا وفيه لعيبة بتلعب السنة دي بطولة أمم ممكن النسخة اللي جاي ما تكونش بتلعب بطولة أمم أفريقيا مرة تانية تخطط فعج بالكامل تخطط 30 سنة باستثناء محمد عبد المانا فبالتالي كنت محتاجة تدخل عناصر على أهل تكتسب خبرات تعيش أجواء بطولة تشتغل مع اللاعبة الكبيرة دي زي صلاح وزي النني وزي حجازي ويكتسبوا منهم وياخدوا منهم المعايشة والتركيز والمعامل أنت بتتكلم على فترة شهر تقريبا بتتمرنوا مع بعض كل يوم بيسمعوا ويشوفوا فكرة روي فيتوريا بيشتغل على النواقص اللي عندهم بيطلب منهم يطوروا حاجات معينة فأعتقد كان مفترض أن يبقى فيه مساحة طبعا للاعيبة المتخب الأوليمبي خصوصا أن فيهم عناصر كتير جدا كويس طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم بقى على مباراة عايزة أتكلم طبعا مع كابتن عدل طايمة عشان إحنا يمكن داخلين في أجواء الكن ما تكلمناش على صفقة وسام أبو علي طبعا نجم الندي الأهل الجديد نتمنى له طبعا كل التوفيق في مشواره لعيبة عنده مقاومات مهاجم مراس حربة يعني عالمي نتمنى يكون قد تي شيرت ويتمنى ان شاء الله بإذن الله أنه يدخل مع التيم بسرعة ويكون ليه مردود فيما تبقى لنا من مباريات وبطلات